السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو بتاعنا النهاردة هنعرف عبعد ازاي تمنع اي شخص من انه يعمل للحساب بتاعك على الفيسبوك. وكمان انه ياخد من المنشورات بتاعتك على الفيسبوك. هنفتح الفيسبوك مع بعض. بعد كده هنروح على الصورة الموجودة على الفيسبوك اللي على ايدنا الشمال. بعد كده هننزل تحت كده. وهنروح على الاسم بتاع الحساب الشخصي او الاسم الموجود هنا. نضغط عليه او نضغط على الصورة. عشان يدخلنا على الحساب الشخصي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هنروح هنا نضغط على الصورة اللي موجودة او علامة الكاميرا اللي موجودة بجانب الصورة الشخصية. بالشكل ده. بعد كده هيزهر لنا الايكونة دي. هنروح نشغل هنضغط هنا على ميزة آآ تشغيل ميزة حماية صورة الملف الشخصي بتاعك. بعد كده هتضغط هنا على التالي. بعد كده هتروح تضغط هنا على حفز. بكده انت خلاص منعت اي شخص من انه ياخد صورة من الحساب الشخصي بتاعك. خطوة كمان. انت هنا خلاص عملت الجدار الحماية اللي احنا شايفينه ده اللي قدام الصورة. مفيش اي حد هيعرف ياخد آآ سكرين من الصورة بتاعتك. بعد كده هتروح على نفس الكلام الكاميرا. بعد كده هتروح تضغط هنا على اضافة تصميم. وهتختار التصميم اللي هو رقم تلاتة. بعد كده تضغط على حفز. بكده لما تيجي تاخد آآ سكرين شوت من الحساب الفيسبوك بتاعك. طبعا انا خدت سكرين شوت انا عشان الموبايل بتاعي والحساب بتاعي. لو اي حد دخل على الحساب الشخصي بتاعك عشان ياخد سكرين شوت مش هيعرف ياخد سكرين شوت. باتمنى الفيديو بتاع النهاردة اكون على هكو ما يتمنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا اشتراك في القناة. كان معكم محمد سيد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.